احكي لي تاريخ دايس الأول قبل ما أقوم أستعرض الحاجات دايب، الكلام حياتك مصبوط خير الأول أبدأ بشكر حضرتك على الاستضافة وفريق العمل وفكرة تشجيع الصناعة الوطنية تم شبافين فأنت بحق صناعة سعادة دايس قلعة الصناعية ضخمة دايس إحنا 14 مصنع في 6 محافظات ما شاء الله فريق العمل معنا مكون من 12 ألف عمل ما شاء الله طبارة إحنا أكبر شركة في مصر في تصدير ملابس النتد فابريك اللي هو اللي تريكو الدائري ومن أكبر عشر شركات يعني إيه دائري اللي هو بيعمل السبورس وير والهودي والتيشارت ده بيسموننا سيجد طلبات على فكرة الناس كلها في العالم راحت بقى لللبس البسيط اللي هو اللي انتوا شايفينه ده على فكرة وبطل بقى الحاجات دي بطلت خلاص فكلنا بنلبس شبه بعض وحاجات كلها براكتكال جدا وبتنفع في كل الأوقات وأنا يعني من عشاء هذه الحاجات فضل دي حقيقة فيحنا صناعة ضخمة جدا إحنا فريق عمل ضخم جدا الحمد لله زي ما قلت حضرتك إحنا أكبر شركة في مصر تصدير الملابس دي ومن أكبر عشر شركة في تصدير الملابس الجهزة بصفة عامة الشركة بدأت سنة 1989 الأساسها الأستاذ ناجي سامير تومة وأخوه الأستاذ ناجي سامير تومة يعني خمسة وتلاتين سنة قصة نجاح الحمد لله بدأوا بخمسة وتلاتين مكنة خياطة إحنا النهاردة عندنا أربعة تلف وخمسمية مكنة خياطة عشاء الله بعد الخياطة بقى ضفنا أنشطة تانية أني كانش عندنا نسيج بقى عندنا تلات مصانع نسيج بعد كده ضفنا السباغة بقى عندنا تلات مصانع في السباغة برج العرب والعشم من رمضان ومدينة السادات بعد كده ضفنا بقى صنعة التطريز يعني بتكمل نفسك بحيث ما تحتاجش تبقى خالص إحنا full integrated business وعندنا في التباعة مصنعين تلات مصانع مصنعين بيعمل وهاشرح لحضرتك تجد تتباعي حاجة على التي شيرت صغيرة والall over print إحنا عندنا أحسب مطبعة في مصر الover print اسمه نادين برينت لإيه للأقمشة ولا للملابس المعملة لا للتوب كله كله التوب كله يبقى مطبوع وعدين أنت تعمل منه بقى اللي أنت عايز يجي بعد كده مراحلة تفصيل جينا من ثلاث سنين عشان نعمق الصناعة في مصر ونخف الضغط على الاستراد كنا بنسترود أستيك فنخف الضغط على استراد الخامات من بره والعملة الصعبة وكده فقررنا بنعمل مصنع أستيك في مصر وكوردون إحنا المصنع اللي عمالناه ده بقى أكبر مصنع في الشرق الأوسط النهاردسي ماشاء الله بقى يكفي إنتاج ناوي كمان الآخرين فإحنا عندنا فولي انتجريتد بزنين يعني صناعة متكاملة من أول لما بيجي الغازل يخش المخازن مصانع بتحول الغازل ده إلى رو فابريك وماشي خام وماشي خام يخش بعد كده مراحل التجهيز والسباغة بعد كده بقى التطريز التباعة لحد لما نوصل إلى مرحلة الخياطة دلوقتي أنا قدامي متباين مختلف حاجات كتير وحاجات طلبات يعني أنا شايفة فانيلاات وشايفة ده إيه ده حضرتك ده إيه ده حضرتك ده إيه ده إيه ده إيه فانيلا الله العظيم لو ضفر يتقطم عزعل منك الحمد لله ما أطقمها بصوا الله إنه لا يا حلولي ده طأم داخلي حاجة في الشتاء بقى طبعا ما قلت لك ثرمل يعني ما معناه ثرمل اللي هو اللبس الداخلي بس ده يدفي جدا أكتر من الثرمل عايز أقول لك وعليه طلب غير طبيعي الخامة رهيبة على فكرة واخد بالك اللي يعني بشتري للعيال ما إحنا هنبدل بقى الكراسي أنا الموزية وحضرتك اللي بتشتري حضرتك أمي بتشتري أهو صحي كده أه طبعا لو ابني نازل المدرسة يلا بقى اعمليني بقى برزنتيشن على المنتجات اللي أنت بتشتريها إيه رأيك فيها أنا عايز أقول لك ده عشان الولد هو شكله صغير يعني ده حاجة واربعتاشة في كل المقاسات عندنا مش كده؟ ماشي عنا على الفكرة بننتج رجالي وحريمي وأطفالي كل حاجة